بعد التصريحات الاخيرة للرئيس المدير العام لمجمع الشروق على فضيل التي اثارت الكثير من ردود الفعل على مختلف الاصعيدة خاصة تلك المتعلقة بالعمل غير دستوري لحشية الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة والتي يتزعمها شقيقه السعيد بوتفليقة واكد الرئيس المدير العام ان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سيبقى رمزا سيديا لجهاده ونضاله الكبير غير ان محيطه ظل له في كثير من المواقف خاصة بعد مرضه ولم يحسن اليه خاصة شقيقه السعيد ورجال المال الفاسد حيث انه منذ مرض الرئيس بدأ شقيقه السعيد يمارس سلطة اخيه بالتدرج استهلها بالمحادثات الهادفية مع الوزراء والتدخل في شؤون الدولة ولاعب دور الوسيط بين اجهزة الجمهورية وبين الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وبلغ الامر بالسعيد بوتفليقة في نهاية المطاف الى عزل اخيه الرئيس حيث بدأ يقرر وحده في مصير البلاد ثم استولى على ختم رئاسة الجمهورية واصبح يضغط على معظم اطارات الدولة مستعملا سياسة الترهيب وترغيب وقرب اليه اصحاب المال الفاسد من رجال الاعمال الذين كانوا ينتهجون سياسة الاقتصادية تخدم المصالح الشخصية الضيقة لنهب المال العام والذي كان يفرضها شقيق الرئيس على الحكومة مثل شركات تركيب السيارات التي كلفت الدولة اموالا طائلة حيث منحت الترخيص لاصدقاء الشقيق واستفادوا من قروض بنكية وامتيازات جبائية فيما قام باستبعاد معارضيه ومنذ العهدة الرابعة اصبحت ثروات الجزائرين في يد عشرة اشخاص الذين استفادوا من اموال نتج عنها تدمير في الاقتصاد الوطني هذا الواقع المرير اصبح يتفاقم اكثر فاكثر على حساب الوضعية الاجتماعية للمواطنين والمستوى المعيشي الامر الذي ادى بالمواطنين الى التحرك والانتفاضة يوم الثاني والعشرين في بري وحسب مصادر مؤكدة فان قيادة الجيش الوطني الشعبي لا تسمح بهضر المال العام ونهب ثروات البلد واستجابة لنداء المواطنين سيتم محاسبة هؤلاء الذين تسببوا في انهيار الاقتصاد الوطني فان ملفات هؤلاء ستقدم للعدالة وستتخذ الاجراءات التي تحول دون تهربهم وحسب المعلومات المؤكدة فان قيمة القروض التي استفاد منها رجال المال الفاسد بلغت ارقاما قياسية رئيس مندد المؤسسات علي حداد بلغت قيمة قروضه عشرين الف مليار سنتيم ما يعادل ملياري دولار تقارب ستين بالمئة من القروض التي استفاد منها من بنك القرض الشعبي الوطني والبنك الخارجي الجزائري رجل الاعمال ريدا كورينف سبعة عشر مليار دينار سنتيم اي ما يعادل مليار وخمسمائة مليون دولار عبد المالك بن حمادي اثنى عشر الف مليار ما يعادل مليار ومائتي مليون دولار موراد علمي صاحب شركة سوفاك احد عشر مليار دولار ما يعادل مليار ومائة مليون دولار تحكوت محيددين تسعة الاف مليار ما يعادل تسعمائة مليون دولار بالاضافة لكل من ايوب عيسو معزوز احمد وغيرهم هذه القروض لا تسوي القيمة الحاقية لمشاريع حيث لا تتعدى ثلاثين بالمئة كما ان الضمانات المقدمة من هؤلاء رجال الاعمال لا تتعدى عشرين بالمئة من قيمة القروض الممنوحة لهم كما ان معظم رجال الاعمال لهم جنسية اجنبية رئيس منتدى المؤسسات علي حداد جنسية بريطانية ريضا كونينف جنسية سويسرية من ام يهودية ديانا علم موراد جنسية فرنسية وللتذكير فان شقيق الرئيس ناصر بوتفريقة كان يتردد على سفارة الامارات بجنف لتحضير انتقالهم الى هناك لما كان الرئيس عبدالعزيز بوتفريقة في فترة العلاج بسويسر